في قطاع سكن نظم مكتتبوا سكنات تساهمية من حسد 810 مسكن وقفة احتجاجية أمام مقر مدرية السكن في ولاية الجلفة بسبب تماطل المراقين في أشغال إنجاز سكنتهم التي دامت أزيد من أربع سنوات حسب تصريحات المحتجين وهذا بعد أن قاموا بدفع جميع المستحقات مايكروفون زكريا متاح جينا هنا المدرية السكن بعد زيارات ومدولات ومناقشات ومكتبات ومورسالات واحتجاجات ووقفات ووعود لم تنفذ لحد الآن ذرك قرابة 5 سنوات المشاريع تراوح مكانها بطء شديد في الإنجاز الولاة رهم تقريبا 3 ولاة أو 4 مروا على هذا المشروع لأنه في نفس المشكل منذ 5 سنوات رهم الأغلبية كريين كريين رنا خمس سنين دافعين درهمنا نحن رنا في ربع سنين ولا خمس سنين نفس الحالة نحن تصلنا بموديد السكن كي مركم اليوم والله كم تشوفوا قالوا إن الإشكالية مش على مستوانا عدنا إحنا يا وشنين رنا راهينا كي ما سمنا سيئة الوزير راهينا بين المراقي والإدارة هذه كل مرة يقول لك العام جاي شهر جاي العام جاي شهر جاي والناس راهي كارية وراها تعاني معاناة شديدة في هذا الشتوي وخاصة مدينة الجل ترجمة نانسي قنقر